السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بتلاميدي تلاميذ مؤسسة المقر الخصوصية في تتم لدروس مراجعة مادة الرياضيات بالنسبة السنة الثانية باكالوريا علوم جاربية معكم الاستاذ محمد الحوتي استاذ مادة الرياضيات كيف ما كنعرفو ان في دروس المراجعة بدناها بالاعداد العشرية النسبية وشفنا النشر والتعميل والمتطابقات الهامة وده بغى نشوف ان شاء الله المعادلات والمتراجحات من الدرجة الاولى والتانية كيف ما كنعرفو ان معادلات المتراجحات عندهم واحدة الاهمية كبيرة فمادة رياضية لهذا خاصنا نركز عليهم باحد شكل كبير وانضبطوهم زيان ونبدأوا على بركة الله الجزء الثالث اللي هو المعادلات والمتراجحات من الدرجة الاولى والتانية عم بدأوا بتعريف المعادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد هي كل متساوية على شكل ايكس زائد بي تساوي سفر والمعادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد هي كل متساوية على شكل ايكس كاري زائد بي ايكس زائد سي تساوي سفر يعني الفرق بينهم هو الاس الاولى فيها اس واحد والتانية فيها اس اثنان ما هي المعادلة من الدرجة الثانية حيث او بي وسي اعداد حقيقية معلومة وايكس اعداد مشهول لان القيمة دياله غير غير معروفة نبدأوا بمعادلات من الدرجة الاولى خطاطة للحل معادلة من الدرجة الاولى تكتب على شكل ايكس زائد بي تساوي سفر نظر المعادلة من الدرجة الاولى خطاط يليقي ايكس الثانية اما بيت و خالف سفر. اذا كانت بيت و خالف سفر فان المعادلة ليس لها حل. و اذا كانت بيت تساوي سفر فان المعادلة لا تقبل مال النهاية من الحلول. كيف اش نفهمها اكتر. تخيلوا معي اجب تتبع لطرف الاخر. اذا اجب تتبع لطرف الاخر. تقول اي اكس تساوي ناقص بيت. تخيل معي كانت ا صفر و بي صفر. نلقى صفر يساوي صفر. وهذه نتيجة منطقية. وبالتالي سنقول ان معادلة تقبل مال النهاية من الحلول. في حين الى القطاع تساوي صفر. و بيت و خالف صفر يعني تساوي هذا العدد من غير صفر. يعني ما يمكنش صفر يساوي عدد من غير صفر. وبالتالي معادلة ليس لها حل في هذه الحالة. نشوف طريقة كيف اش نحلو المعادلة. اولا سنحلو المعادلة. نخدم مثال معادلة ثلاثة اكس زائد 27. كيف تساوي صفر. باش نحلو هذه المعادلة. خصنا واحد تقنية. حل المعادلة هو اللي بحت على المجهول اكس. خصنا نقلب عليه. باش نلقوا هذا اكس هذا. خصنا نحيدو هذا 27. عندي هنا زائد 27. تقنية اللي خاصها الدار نورمال مو. خصنا نقصه 27 من هالطرف ومن هالطرف. بحل عندي واحد الميزان دو كفتين. إلا بغيت نقص واحد الحاجة. خصنا نقصها من هاد الكفة. ومن هاد الكفة. يعني. نقص نفس نفس الحاجة. صافي. نقص 27 من هنا ومن هنا. ولكن. هنا مشاهدا انها ظ compliqué كانت نعملها. إلا كان عندي آه عن دفئ ما. نعطي رائع للطرف Bleach H. وبكفности. نعمل مساحتي. 않innen. بالان اخ CRAVE kommat. مهم�� لشيrene. تقنية علم. انا هو التقنية علملا. يولBeux. تقنية عملا. تتخ해서 تتخطى قمنا بدي. نأخذ المثال أو ناقص 7 هو اصدقاء melon занимدت مجموعة على مجموعة الحلول تقوم بإ wenig مجموعة الحلول ستسمح نختار الثالث ننضع المثال الاخر هذا المثال حاولنا نعقده شوية بادخال الاقواص اولا خاصني نحيد هذا الاقواص كيف سوف نحيده بالنشر تمانية فوا ايكس ناقص تمانية في ثلاثة تمانية في ثلاثة هي 24 مع هذا الناقص هي ناقص 24 ناقص 24 اللي اجبناها للطرف الاخر سوف تعطيني هي ناقص 16 زائد 24 و 24 ناقص 16 سوف تعطيني ثمانية هذا ما سوف نديره سوف نديره قسمة ايكس على ايكس كتساوي ثمانية على ثمانية هالثمانية اللي مدربة سوف تكون مقصومة ايكس كتساوي ثمانية على ثمانية ثمانية على ثمانية هي واحد وبالتالي حل معادلة اس كتساوي واحد يعني اللي المعادلة حل واحد هو العدد واحد ده بغا نمرو المعادلات من درجة تانية اللي كتكون على شكل ايكس زائد بي عمل سي ايكس زائد دي يعني معادلات من درجة تانية معملة نبدأ با ايكس زائد بي عمل سي ايكس زائد دي تساوي ثم كيفاش نديرو نحل لهذه المعادلة ايكس زائد بي كتساوي ثم او سي ايكس زائد دي كتساوي ثم كيفاش لكان عندي هاتشكل من المعادلات هنا عندي ضرب باش يكون عندي مثلا هنا عندي نخسطار ده عندي غير اعداد ما هو العدد الذي سنضربه في عدد آخر ويعطينا 0 أوتوماتيك ما هو 0 يعني خاص هذه تكون كتساوي 0 أو هذه تكون كتساوي 0 لذلك نكتبه A X زائد B كتساوي 0 أو C X زائد D كتساوي 0 يعني على الأقل وحدة فيهم تكون كتساوي كتساوي 0 وكالحل المعادلة بشكل عادي نجيبها بالطرف الآخر ونقسمه على A حتى هنا نجيبها بالطرف الآخر ونقسمه على C وبالتالي الحلول هم ناقص B على A و ناقص D على C نخدم مثال X X ناقص 1 عامل 3 X زائد 3 تساوي 0 ثم نخدم المعادلة ستعطني X X ناقص 1 تساوي 0 أو 3 X زائد 3 تساوي 0 ثم نحل هنا سنجيب هذا واحد للطرف الآخر ونقسمه على جوج ثم ستعطني 1 إلى جوج خلص ناقص 3 ثم نقص 3 إعلومان يسمى متراجح من الدرجة الأولى بمجهول واحد العدد ايكس يسمى مجهول والتعابير التالي اكبر من السفر اكبر او قطع من السفر ايه هو ايه هي ايضا متراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد أي أننا نلقي اكس زائد بي ولقينا احد رموز العربع فهي متراجحة نشوفوا مثال متراجحة عندي ثلاثة إكس نقص واحد أصغر من الصفر هذا كيكافة ليا أن ثلاثة أكس أصغر من واحد وهنا يعني كيكافة ليا أن اكس أصغر من واحد إلى ثلاثة في المتراجحة ترك نخدم بشكل عادي بحل المعادلة سوف نحضم مع واحد القضية سوف نقولها لكم دابة هنا عندي ناقص واحد لجهة الطرف الاخر يقول لي واحد وهنا الضرب لجهة الثلاثة يقول لي قسمة وبالتالي مجموعة الحلول هنا كيفاش كنا مثلها إكس صغر من واحدة لثلاثة يعني إكس قد تخد جميع العدد اللي صغر من واحدة لثلاثة فنقول صغر من واحدة لثلاثة يعني من مبلغ في نحتة الواحدة لثلاثة هو واحدة لثلاثة داخل هلاش داخل لانه sides per way قسمة constit Mul 30 من جيت واحدة لثلاثة داخل دخلناه لانه انه عندي او أو مثال ثاني ثلاثة ناقص جوجه اكس اكبر من الصفر هنك هنه ثلاثة الطرف الاخراء télé ناقص جوجه اكس اكبر من ناقص ثلاثة ولكن هنا خصني نحضر مع هذا القادية هذه ديما في المتراجحات مني نبغي نضرب أو نقسم خصني نحضر مع العدد اللي غنقسم اللي نضرب فيه إذا كان موجب ما غاديش نغير الرمز ولكن إذا كان سالب كيتغير الرمز رحضوا معي هنا ما تغيرش الرمز بينما هنا غايتغير الرمز علاش لأنني غنقسم على عدد سالب لي هو ناقص اثنان ناقص اثنان عدد سالب وبالتالي الرمز نو غايتر عليه أكبر غايتو لي أصغر صافي نوك هنا الرمز غادي يتغير أتولي ناقص ثلاثة على ناقص جوج ونقص مع ناقص كتغتازل هتبالي ايكس كتصغر من ثلاثة على جوج يعني كنت تاخد جميع العدد اللي صغر من ثلاثة على جوج ولكن ثلاثة على جوج خارجة يعني من مؤلم في نحتة ثلاثة على جوج وثلاثة على جوج ما ما داخلاش خارجة حيث عندي قطعا ما عنديش او يساوي كان عندي او يساوي هذا الرمز غايتغ يقول لي داخل ما يبقى ثلاثة على جوج ولي داخل ماشي خارجة نذكركم بالمجالات المجالات محدودة ومجالات غير محدودة نبدأ المجالات الغير المحدودة هم اللي فيهم لان فيني كنلقوا فيهم بليس لان فيني طبق منك نقولوا ايكس كبر من ا يعني اا ايكس هاد ايكس هادي توجد على اليمين ديال ا يعني كبر من ا كبر منها يعني جميع العدد اللي كبر من ا يعني ا و العدد اللي من بعض ا صافي حتى البليس لان فيني لاحظوا معي هنا ولي بقيتمتلها على شكل مجال ديالما تلقوا ايكس كبر من شي عدد راه لو قيتو او يساوي غد دخله يعني من ا حتى البليس لان فيني إلا قيتو قطعا كنخرجه هدا هو الفرق من او يساوي قطعا لاحظوا معي هنا إلا لقينا او يساوي كيكون داخل إلا لقينا قطعا كيكون خارج ولكن ديالما من ا حتى البليس لان فيني حيث عندي اكبر من ا حتى البليس لان فيني إلا كان عندي صغر يعني كتاخد جميل عدد لي صغر من بي يعني من مولن فيني حتى البليس لان غير هنا في او يساوي كيكون بي داخل وفي قطعا كيكون بي خارج تبقى نشوفوا المجالات المحدودة المجالات المحدودة هما اللي على هاتشكل كتلقى اكس محصورة بين او بي صافي إلا كانت هنا او يساوي اكس محصورة او يساوي هنا او يساوي من جهة بي ومن جهة ا هنا او يساوي من جهة ا يعني مغلق من جهة ا ومفتوح من جهة بي لان هنا عندي قطعا شو من جهة بي قطعا من جهة ا او يساوي يعني مغلق من جهة بي ومفتوح من جهة ا هنا عندي قطعا فيهم جوج يعني مفتوح من الجهتين مجال مفتوح نخدم مثل ثلاثة اكس ناقص واحد هنا هات نوع المترجحات يمكنش لينا انطبقوا داك القادية لان نجيبوه للطرف الاخر لا كندير التقنية اللي اكتليكم اللي اولا هي اننا باش نتخلص من ناقص واحد خاصنا نزيده العكس دياله شنو العكس ديال ناقص واحد هو نزيده واحد خاصنا نزيده واحد في هاتطرف و هاتطرف نزيده واحد في هذا الطرف فهاتطرف فهاتطرف هناك تبقى صحيحه مهل المدرنا كون تخيلو معي زدنا واحد في هذا الطرف أشنو سيطيني الصافر زائد واحد نتيجة هي واحد هاتتبي انا سيطيني التقنية ثلاثة اكس ناقص واحد زائد واحد بتبقا تقتل صافرها TRIX سارتنا من ناقص واحد سيتن bro عن ر массيم ناقص واحدいやال هنا و هنا الثلاثة هنا و هنا 여러분들 اضع لدي كثير من نتيجة ناقص جوج زائد واحد سأعطاني ناقص واحد وهنا لدي ديجة واحد دعنا نستخلص من الضرب كيف نقسم العكس نقسم جميع اطراف المتفاويته على ثلاثة نقسم هنا على ثلاثة وهنا على ثلاثة إذا قسمت هنا على ثلاثة سأعطاني واحد على ثلاثة سأعطاني اكس وهنا لقسمت هنا ثلاثة ناقص واحد على على ثلاثة. وبالتالي حلول دينا المترجحة هو المجال المغلق. لماذا? لان عندي هنا محصورة. فهنا او يساوي هنا او يساوي. دونك المجال غيكون مغلق من الطرفين. ناقص واحد على ثلاثة احتل واحد على ثلاثة. دهو المجال دينا. المثال الثاني ناخده مجال غير محدود. ناقص عشرة ناقص ثمسة ايكس. اصغر من السفر. انا تعملت نعطيكم هنا ناقص باش نقلبوا الرمز. خصنا نقلبوا الرمز. ناقص عشرة جبسة الطرف الاخرات عشرة. هنقسمه لهذا ناقص خمسة. ولكن بما انه ناقص خمسة عدد سالب. فالرمز غادي يتغير. لاحظوا معايا الرمز تغير. اكس كبر من عشرة على ناقص خمسة. اذا اكس كبر من ناقص اتنال. وبالتالي اس مجموعة الحلول هي من ناقص جوج حتى البلوس لانفيني. اه شكرا لكم. اه سلينا دعب الجزء الاول من درس المراجعة الدرس معادلات ومترجحات. نطلقه مع الجزء الثاني. اشتركوا في القناة